سلام لبنات ان شاء الله تكونوا كامل بخير وفي احسن الاحوال بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله لبنات روحوا روحوا نرجع للماشينة هادي لكن عند طلب بعد الاخوات طلبوا مني كيفاش نركب الخيط وكيفاش نبدأ الخطوة الاولى باش يمشيوا الماشينة يعني ربما هدي الاخت والاخوات ما عندمش دراية في الماشين يعني اول مرة اقتنعوا الماشينة وما عرفوش كيفاه يبدأوا لها مش مشكلة انا في الخدمة يعني لي تحتاج حاجة معليها غير تطلب وانا لما نلقى في جهدي يعني ونتذكر مليح يعني كترينة منسيتش لكن بإذن الله راني نحاول ندير جهدي اني نوصل لكم المعلومة بشكل جيد ومعلومة صحيحة وتقدروا تفهمها علي فاسينما هكذا نحاول نلقاء الكلمة ودائما القطة رهم يدوروا هنا معي هما اللي قاعدين يشتتوا لي في افكاري الابنات كنت رحنا نصور لكم القيطات لكنها هي ناسا عليهم ومخبيتهم تحتهم ما خلتني حتى نشوفهم شو كيف التصوير جاني راضي خلي مرة خليف ونزيد النعتهم لكم بروميت الكملين نعتهم لكم ونعتهم لكم ونعتهم بإذن الله شوفوا الابنات الماشينة هدي انفوا تتعلميها وتتعلمي لغي قلاش تحارة هو أسهل ما يكون الكبة على الخيطة هي تقول ما عرفش وانت تحب تحط الكبة على الخيطة هنا نخدم بالصغيرة هدي مثلا يلاحطيتين الكبيرة الكبيرة نحطوها هنا من اللورة نوقفوها ونجيبوها لها الخيط ونعقبوها يعني هي سهلة لأخت تقول ما القيت شوين نحن نحط الكبة على الخيط كين هدي المسمار راهو يدخل ويخرج بك ما نعرف لك ان انت تاعك كان داخل مش فتيهش باللي يخرج معلي بلكش باللي يخرج او مكسر كاقي مو مكانش يعني في كلتا الحالتين راهو يخرج هادا وإلى ما عندك شي اختي طبعا خدمي مخك كوني داكية الانسان لازم يلقى حلول لازم يلقى حلول مثلا تشوف اي حاجة تجيك في التقبة هدي تقدري اتحطي فيه الكبة تاعك يعني هكا وإذا تخدمي بالكبة الكبيرة نخلي وهكي ما راهو احنا نعقبوها ونحطو الكبة فورا الماشينا ذكا انا مكلا هنعتلكم بس كعني ساهمتكم الخيط ها هو نمشيوه نجي ونحطوها هنا نعود نجيبو نعطه الكم الخيط نبلاسيوها هنا ونبعد نحطوه هنا كاين هادا المكان يعني ها هو بنزوج حديدات نحطو الخيط بناتهم نزيدو هنا ثاني ونهبطو ونضورو هنا في المكان هادا ونطلع ونبعد ندخل في العامود هادا ونحطو البنات ونحطوه فيه ومن المفروض كاين سلك تاني انا هادا جعي مكسر نزيدو نحطو فيه الخيط ونبعد ندخلوه في البلاء البلاء على الماشينا هادا راهي تجي مقابلة يعني انفاس البلاء على المرأة لبالاء للبالة لين المقابل البلاء تكون مقابلة يعني لبال الخيط ندخله هك مقابل ماء ولبرا لما نجيو نركبوها كينا جيها ملسة يعني كينا بلاسة فيها واحد بلاسة ملسة والجهة اللي منها عادية تقبط على البراء الجهة الملسة هي نحطها من اللورة هذا فيما يخص البراء اختكين بزاف اللي تقطع لهم الخيط وما يفيقوش بلي البراء رهي مقلوبة تاني حاجة هي لكانت لازم يكون المكوك الخيط انتاعه مضبوط وسط ما تكونش مضبوطة خلاص يعني مسيرية الخيط بسيف يخرج لك يعني عينك ميزانك كي تعرفي كي تشبدي تلقيه ما يخرش بزاف رخفيده شوية وللقيته يخرج ليه ليه يعني يخرج يخرج يجري عاودي سيري لازم يكون يخرج معتادل ان شاء الله تكونوا تفهموا لي بعد الروحول لا تنصت على الخيط لا تنصت على الخيط كل واحدة ولا المشينة نتاعها مثلا تاعي أنا تخدم كل من سيريها في تسعة يعني كي نحط في التسعة تخدم لنورمال ودفوة دفوة اللي بغت في التسعة هذا تعي ما يخدمش يعني المشينة تعي قديمة ربما كي ندغي قلاج من داخل لما لابغت أنا مسيريتها وهي تخرج لي الخيط تحت القماش يعني الخيط مرخوف نهزو وزيد ندورو هنا في هاد الدائرة هادي نزيد نحطو هك يعني زيد يشبح لي شوية وإلا خيطت لك عادي هكا خلي هك يعني مش مشكل إن شاء الله لابغت هكا الخياطة راهي عادي باش تخيطي مثلا من كتن لازم كتسيري الرجل الرجل اللي بيهبط منها ولكن عندك مثلا نقوماش خشين وللاتا حجابات لازم مثلا لابغت فراش مو من كان فراش تقدي تخيطي فيها يعني كان المشينة هادي تخيط لك لقماش تعلق فراشات عادي ما نقولش لقماش خشين خلاص لكن يعني معقول يكون معقول تقدي تخيطي فيه وشية لما نطوي ولقماش ونديرولو الكفة تاعو طبعا نحتاج والبيد بيش يكون الرجل الرجل يكون مهزوز شوية يعني نجيو هنا نديروه وسط يعني مش نرخفوخ نديروه وسط هادي فيما يخص لخياطة لما نحبو انه تطرزو يا لبنات لاتنصر تعال الخيط اول حاجة نديروها هنا الخفوها خطر لما تطرز الخيط لازم يهود من تحت ما لازمش يجيبين من فوق والطرزة تكون بارياحية متكونش مشبوحة لكن الخيط كان مشبوح وانتي ترسي بيها راه الخيط الترزة تجيك مشبوحة وزيد تكمش لك الكتين لازم نرخفو شوية الخيط نتعط طريزة وهنا في الدوائر هذا نعكسوهم قلنا لخياطة الخياطة نحطه الصغير الخياطة نحطه الصغير في رقم أربعة والكبير في الصفر يعني أمسيلي خلاص مقفول في الصفر لما نجي ونطرزه راه يرجع العكس نعودو نعكسو الصغير للصفر ونحلو الكبير في رقم خمسة هنا فيما يخذ الطرز هدا هي المرأة الماشينة يعني راهي سهلة مسهلة حاولوا برك تفهموا عليا يعني طالعوا قرأوا الفيديو بريتو تفرجوا في الفيديو وعاودوا حتى تدخل إن شاء الله في روزكم هدا واش عندي ما نقول كم الماشينة هادي نرجعو الماشينة هادي اللي قاتلك قبل ما تروح للطرز نعطينا الطريزة كيف نطرز بيها هي ماشينة تقدر تقول هي النوع الطرز هو البيك بيك صحف الله يا ربي البيك بيك هو اللي تجي كما لي سيروزيات البيك بيكور البيكور هو التخدم باليد الماشينة هادي تعاونك لأن تقدر لك البيكور ورا نزيد نعاودك من البنات هادي ما رتخدمش زيك زاگ باش ما نتنقعوش في لوبسة كي قلت هي تطرز وراحي ما ترزتش وراحي قالونا ما تطرش لا أنا كي نقول تطرز وراحي تطرز نوع من الطريزة اللي هو البيك قلنا البيك نقدر نخدمو به لباريو دراء لمخات دي سيروبيات لطابلية تعاها عرايس منادي لها كوزين يعني نشوفو تخوصو تعروسة كامل تقدر تخدمو بالماشينة هادي وتجي تطرز ما شاء الله قلنا كان لي يتطرزو بالبيدال اللي هم ليخدمو الغيش اليو يعني نعاود الكمية لبنات بلا كلي ما شافوش لما تبعوش مليح الفيديو اللي عدى بلا كان طويل كلي ما شافوش كامل تقدر تخدم بالبيدال تكون الخدمة هنا شوية أليس تقدر تخدمي بها الزيك زاگ لكن أنا نعتلك فاشتخدمي بها التعمار البوينت بيكيوغ التعمار هذك راكي تخدمي بها ما شاء الله أنا ما نخدمش بيها وقدخوا ما راني ندرتلكم حاجة وتشوفوها أنا راني نعتلكم بك فالطرق واشتقدروا تديروا بيها وإن شاء الله الإبداع يكون من جهتكم وإن شاء الله تلقاوا كل الفائدة وإن شاء الله تنفيدكم في المن معلومة هذي وتقدروا تخدموا بيها فيخطوا لبنات اللي ما عندهم شكوا مقدرة أنهم يقتنون ماشينا الكبيرة ولا ماشينا تعطريزة يقدروا يبدأوا بوحدك كمان هذي اللي بغات يفيدوا الوحب يعني استمتاع لنفسك إحنا وقاعدين قاعدين في الديارة يجبتوا لي عندها ماشينا كمان هك تقدر تختم بيها وتستمتع بيها وتعقب بيها وقت والله يمتفق الوقت كيف يعدي لك النهار حقيقة يا لبنات يقولوا تاني إن العامل عبادة والإنسان هو يعبد رب العالمين بيشتة طرق بيشتة طرق ربي قدرنا يا لبنات فقط نكمل باش ما نطولوش في الفيديو الكبة على الخيط أنا قد كم نحطوها في الأرض نحطوها في الأرض ونجيب الخيط نمشيه ها هو نحطه ونعقبه ها هو هنا عنا هاد الكروشي نحط الخيط عليه ونهبط في الدائرة دائرة تعالي ميزان نجبد الخيط ها هو ونبعد ندخل العامود هادا عين العامود لقيت لها اسمة عين هادي في العامود هادي العين ندخل فيها الخيط باش أكد باللي هنا ما راهوش حاصل في حتى بلاصة كاين هادي السلكة هنا نحط فيها الخيط وكاين السلكة التاني هنا في الماشي ناكاين نسلكتها فوق الإبرة ونبعد ندخل الإبرة وكاين لبنات الإبرة هنا تعال ماشي ناهادي راه تدخل على الجنب يعني الجهة المسطحة على الإبرة تكون في الجهة يدي منها الجهة المسطحة يعني الإبرة مش كيمة الطيورة تدخل نركبها مقابلة لا هنا نركبها بالجنب يعني الجهة المسطحة على الإبرة راهي محطوطة في الجهة اليمين تعيد داي والخيط يدخل في جهة لكانت يعني جهة المكوك الجهة اللي نحط فيها لكانت هي نفس هالجهة اللي ندخل فيها الخيط هذه طريقة تركب الخيط قاعدت في الاتنسيون هنا أنت تريقلي الاتنسيون أو الميزان هنا أنت تريقلي يعني تخدمي وتشوفي كيف هالما الخيط قاعد يخرج لك من تحت وهنا في يدك يعني تسيني ولا ترخفي لكانت توجو نفس الشي كما قلت لك انت عينك ميزانك لكانت مرخوفة بزاف نقصي لها ولكن مشبوحة خلاص أحلي لها كاين هذي المشينا هذي ما فيها ويلورة هو أسهل غيقلاج كاين هذي هذي ما نمسوها تقعد هنا كيما راها في الطرز نخليه هذي كيما راها يعني ما نروحوش لها فقط فقط لكانت تخيطي في الخياطة العادية تقديري بيها البوانداغي فقط يعني تدير بيها مغشا غيا حكا بش تقطي الخياطة في اخر فيديو كيفاش نراكبو الابيس هنا راني بيد واحدة ما نقدرش نراكبها الابيس راكموا على بيلكم وارجعوا الفيديو تقديروا كيفاش نراكب الابيس أنا نراكبتلكم هنا كيفاش تبلعسيو الخيط وتوجدو الخيط بش تخدمو ان شاء الله يكون هذي اخر فيديو للمسينات هذو وان شاء الله اخر تساؤل وان شاء الله كون جاوبة لك كل اسئيلتكم لابناث نخليكم على خير يوم جميل يوم موفق ومع السلامة